أكد وزير الزراعة السيد القصير أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل التوريد وزيادة سعر أردب القمحة وأيضا إقرار حافز إضافي والدفع الفوري وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد وذلك لحث المزارعين على توريد القمحة بحد أدنى 12 إردبا للفدان وأشار الوزير خلال زيارته لمحافظة أدقهلية إلى أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن قمحة من الفلاحين مؤكدا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم وأشار الوزير إلى أهمية التحول نحو الرأي الحديث موضحا أنه يساهم في توفير أكثر من 50% من احتياجات الأسمدة كل العالم بدأ يتجي إلى نظم الرأي الحديثة لأن له فواد متعددة أصبحت التحول إلى هذه النظم أصبح ضرورة وبالتالي كلنا إحنا الدولة المصرية بنقدم منبضرة بتمويل مشروعات التحول إلى نظم الرأي الحديثة من خلال تمويل مصرفي على 10 سنين وبدون فايد كان فيه مؤتمر موسع النهاردة الصبح في الليوان العام مع السادة أعضاء الجامعيات فيما يتعلق بالأمح ومنظومة جامع الأمح السنادي وده ممكن دولة المصرية السنادي مهتمة بلغ الاهتمام بتوريد الأمح والدعم لأصدارات القيادة السياسية وتوفيره للسادة أخواتنا الفلاحين على مستوى المحافظة وبالتعاون مع مدارية التموين تم تجهيز كل الصوام على الاستقبال يعني أكثر أو يزيد عن 215 ألف طن أمح إن شاء الله ويبقى عام يعني زراعي جميلة على أهلنا في الدهالية إن شاء الله